أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عادوا فأملكوا بريح صرصر عاتيا شفرنا عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فأدترى لهم من باقيا وجاء في العون وما قبله والمهتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجانية لنجعل ذلكم تذكرة ودعيها أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واليا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول هاهم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حشابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشغبوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أموت كتابيا ولم أدر ما حشابيا يا ليتها كانت القاضيا يا ليتها كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرع سبعون لرعب فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هارنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقرسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنسير من رب العالمين ولو تقول علينا لحظى الأقوى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه العتين ثم لقطعنا منه العتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق لقيم فشفه باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة